في فيديو النهاردة هعمل معاكم الكبدة الاسكندراني بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة أسهل طريقة ممكن تشوفوها ودي هي الطريقة الصحة للكبدة الاسكندراني زي اللي بيعملوها بره بالزبط عندي هنا نص كيلو من الكبدة الكبدة دي أنا أطعتها شرايح رفيعة كده هو زي ما انتو شايفينها دي أفضل الطريقة لتقطية الكبدة الاسكندراني مش الطريقة التانية اللي هي بنقطعها مكعبات لأ دي الطريقة دي أفضل بكتير جدا من نحن نقطعها مكعبات اهو اتمنى تكون شكلها واضح يعني في الفيديو عندي هنا نص كيلو كبدة وعندي كمان فلفل يعني كمية حلوة كده برضو من الفلفل لو حابين تحط مثلا أرني فلفل حرق في النص كده أو اتنين ده على حسب اختياركو انتو أنا حطة يعني هنا حطة فلفل أخضر اللي هو الفلفل الرومي ومقطع عليه حوالي 3 قروم فلفل حرق والكمية الفلفل بتكون كبيرة عندي هنا بقى التوابل ده ملح معلقة صغيرة مليئة من الملح وربع معلقة صغيرة من الكسبرة والكمون والفلفل الأسود وعندي هنا نص معلقة صغيرة من التوم المفهوم التوم نكون فارمينو ناعم بس كده دي كل المقادير بتاعة الكبدة مش هنضيف توابل تاني ولا أي حاجة تاني عندي هنا فطاس على النار حطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة وحطيت عليها شوية زيت وأستنى ان السمنة والزيت يسخنوا كويس قوي لازم نتأكد ان احنا الزيت مسخنينه كويس قوي علشان لازم أول ما ننزل كده بالكبدة نديها صدمة علشان تحتفظ بالسوائل اللي فيها ما تبقاش نشفة وتبقى مجلدة عايزينها تبقى طرية وحلوة جي أهم مرحلة لنجاح الكبدة وضفت الكبدة كده هو وبقلب فيها على نار عالية من غير أي إضافات يعني أنا كده ضيفة الكبدة بس هستنى بقى الكبدة لما تاخد لون من كل الجهات بتاعتها هقلبها كده تقليبها من حاجة نار تكون عالية أنا عايزها تاخد لون من الناحيتين علشان ما تخرجش السوائل اللي جواها وتنزل المية والكبدة لو حطنا لها ملح ولا حطنا لها أي حاجة في المرحلة دي هتنزل المية بتاعتها وهتنشف على النار وهتجلد طريق التعامل للكبدة مهمة أكتر من إن إحنا نشوف المقادير إيه يعني الطريقة أهم بعد كده بعد ما أخدت الكبدة لون من الناحيتين هعمل كده هوسع كده في النص حتة صغيرة كده في الطاصة وهحط كده في النص التوم المفروم بقلب في التوم كده هو لحد ما ياخد لون دهبي كده حلو وناخد بلنا كمان إن اللون بتاع التوم إحنا ونقلب فيه ما يتحرقش مننا علشان ما يخليش الوصفة كلها تمرر وتبقى طعمها مش حلو أهو بفضل أقلب فيها كده نعمل حفرة كده في النص نحط فيها الدوم وبفضل أقلب فيها في المرحلة دي أنا ممكن أخلي النار متوسطة ما تبقاش علي قوي والحاجة المهمة كمان إن إحنا لما نيجي نحمر الكبدة بنحمرها في طاصة تكون واسعة شوية علشان الكبدة كلها تاخد لون ما تبقاش كده متكومة فوق بعضها وتنزل الميا بتاعتها وتبقى مجلدة دلوقتي بقى هضيف التوابل بتاعتي اللي أنا أقلتها لكم دلوقتي بعد ما التوم ياخد لون دهب كده بنزل بالتوابل اللي أنا أقلتلكوا عليها آخر حاجة مش بضيف الملح في الأول خالص أنا ضفت الملح والتوابل مع بعض آخر حاجة بقى معايا اللي هو الفلفل الأخضر هو الفلفل الأخضر بيبقى كتير في الكبدة الاسكندراني لو حابين تخلوه أقل من كده براحتكم بس دي الوصفة الأصلية للكبدة الاسكندراني الفلفل فيها بيبقى كتير بس كده بقلبها بقى تقريبتين وممكن أوطي النار شوية عليها بس الحد ما الفلفل كده آآ يتقلب كده شوية وبعد كده هط فيه النار يعني الفلفل بياخد حوالي خمس دقيق كده بقلب فيه بس كده تمام يعني هستنى شوية وبعد كده هط فيه النار عليها وصفة سهلة جدا جدا وبسيطة والكبدة شكلها حلو ما سودتش مننا ولا جلدت بصوا شكلها عامل ازاي بطريقة قوي مش من جلدة بجد طريقة سهلة جدا وبسيطة الكبدة الاسكندراني لو جربتوها هتعجبكو جدا وبكده يكون خلص فيديو النهاردة ما خدش اكتر الوصفة كلها على بعضها مش هتاخد معاكو اكتر من عشر دقايق بتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكو ولو عجبتكو الوصفة دي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشوفكو في فيديو تاني جديد ان شاء الله اريد